بتهمة الاتفاق على ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري أمر الادعاء العام التركي باعتقال عشرات الضباط المتقاعدين من سلاح البحرية عقب توقيعهم على بيان انتقدوا فيه عزم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان شق قناة مائية موازية لمضيق البسفور وطالبوا بعدم جعل اتفاقية مونترو التي تنظم عمل المضائق البحرية في تركيا مادة للنقاش بيان اعتبره الحزب الحاكم استحضارا للانقلابات بينما اتهمت المعارضة الحكومة باستغلال البيان لخلق مظلومية أمام الرأي العام من المثير للغرابة أننا استيقظنا صباحا على بيان كتبه دباط بحريون متقاعدون وبناء عليه بدأ الحزب الحاكم وأنصاره بالرقص فرحا حتى إنهم ربطوا الموضوع بمحاولة الانقلاب عام 2016 تحذير الضباط من المساس باتفاقية مونترو الدولية الخاصة بالملاحة في المضائق التركية أعاد إلى الواجهة تلك الاتفاقية الموقعة عام 1936 والتي تعطي أنقرة حق الإشراف على المضائق التي تطل عليها تركيا وتنظم عبور السفن الحربية منها ولأن الاتفاقية تقيد حركة مرور السفن التي لا تنتمي إلى دول البحر الأسود كسفن حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية يتوقع مراقبون أن أنقرة تريد من مشروع قناة اسطنبول فرض شروط جديدة على عبور السفن عبر ممراتها المائية مما يسمح لها بمراجعة اتفاقية مونترو أو إلغائها أنا لا أتفق مع هذه المقولة أنا أظن أنه اتفاقية مونترو أوي مسألة مختلفة متكاملة من الناحية التقنية السياسية والقانونية اتفاقية عفوا قناة اسطنبول فيها الشق التجاري بالدرجة الأساسية الشق التجاري غير موجود في مونترو أوي بهذا الشق الثقل وبهذا الوزن ويعتبر مراقبون بيان الضباط أجر أنتقاد تتعرض له حكومة أردغان منذ المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا صيف عام 2016 أمر أثار قلق التحالف الحاكم بزعامة أردغان من إمكانية تكرار المحاولة ولعل ما يقلق الكثيرين من إمكانية حدوث محاولة انقلاب جديدة تأكيد الضباط المتقاعدين أنهم على خطأة ترك لحماية مبادئ الدولة وهي العبارة نفسها التي استخدمت سابقا لتسويغ محاولات الانقلاب العسكرية مهران عيسى سكاي نيوز عربية اسطنبول